دكتور أحمد مجدي جداً بصفة عامة وبصفة خاصة لو بردجت أو بمنزارية أولئلة. هو أنا قصتي مع الصفر بدأت وأنا في تلتة طب تقريباً كنت في إكس تشينج في روسيا كنت رايح أعلم الطلبة في المدارس هناك حاجات ليعلاقة بالفينانشال الليتورسي حاجة ما علاش أي علاقة بالطب تماماً. حاجة ليعلاقة بالحاجات التمويلية أو الزبط. إزاي أن هو يكون عنده قدرة على أن هو يفهم حاجات كتير لعلاقة بالتمويل من صغره يعني. فده لما رجعت من روسيا لقيت أننا ده بيرفعني في الطب وبيوسع مداركي بشكل ما يعني. حل. فبعد كده أقلت أنا مش كل مرة هستنى من حتيجي أو كده. أنا لازم أبدأ أكرر من نفسي إزاي أن أنا أسافر دول كتيرة وإزاي أننا نعمل نموذج لما أرجع حكي ألاقي الشباب يقدر أن هم يطبقوا ببساطة لأن المعروف دايماً أن الناس اللي بتسافر دول كتيرة إما معهم فلوس كتيرة أو إما هم عارفين حد هناك هيسهل لهم الموضوع فبدأت برحلة في أسيا كانت في سنة 2015. سفرت 15 مدينة في أسيا قطعت مسافة 22250 كم في 43 يوم كانوا بـ 8000 جنيه مصري. 8000 جنيه مصري بالضبط. لما رجعت مصر حصل بقى لقاءات كتيرة. ففي يوم 12-12 2015 أحد اللقاءات يعني المزيعة قالت في آخر اللقاء هل ده يتحول الكتاب في مرحلة من المراحل فجاوبت عليها وقلت لها آه فبعد ما مفيت سفرت كتير بقى حاجات لها علاقة بأمور طبية وغير طبية والسؤال ده فضل في بالي أشوفه حد في مرة كنت بقى معايا كتب أدب الرحلات كلها بشوفها كتاب طبعا العظيم أنيس منصور حول العالم في 200 يوم بالتوازي معايا كنت بقص على خريطة العالم فلقيت في جزء من الكرة الأرضية في شمال الكرة الأرضية اسمه أوراسيا أوراسيا. ده الجزء الجامع بين قارة أوروبا وقارة آسيا علشان كده أوروبا وآسيا اسمها أوراسيا. فده اتحددت وقتا مقارات انضمت على بعضيها ما قبل من 340 مليون سنة ولا حاجة فقلت لي لأ ما يكونش في نموذج جديد اسمه 200 يوم في أوراسيا ودأت قلت أنا سفرت دول في أسيا هضيف عليها دول في أوروبا فعملت الرحلة الأخيرة اللي كانت في أوروبا الحمد لله كانت في 18 مدينة أوروبية في 3 أسابيع أعدت فيهم زرت فيهم 25 مزار كانت بتكلفة 300 يورو طبعا فرق رهيب بين التكلفة اللي كانت موجودة في أسيا لأن فرق العملة بين أسيا وأوروبا عالي جدا فده كان ليه طريقة وده كان ليه طريقة مختلفة تماما عن اللي أنا عملته في أسيا بص بقى دكتور أنا هستغلك أسوأ استغلال علشان نقول للناس إزاي الناس نصايح دكتور أحمد مجدي الرحلة المعاصر إزاي الناس تسافر ببجت قليلة أو بمزانية قليلة طيب هو الأول يعني السفر ده فيه كده إيه شوية ما زي لازم نسبتهم علشان نبقى منتفقين من البداية السفر ده منح ومحنة فأنت عايز تسافر ببجت قليلة لازم تبقى عارف أن أنت هتتحمل مشاق وهتتحمل سقوبات معينة كونك شاب لو عملتها وانت شاب هتبقى أفضل كتير جدا أن أنت ما تعرفش تعملها لما يتقدم بك العمر بس أنا في الآخر أنا مش عايزة سفر علشان خطر أحسه أنه محنة بالضبط بس أنت هتستمع يعني اللي أنا أقصده بالموضوع دقيقي أنا هضرب لحلطك مثال أنا مثلا في أسيا كنت بستخدم الأبليكيشنز والتكنولوجيا بشكل معين يخليني أن أنا أقدر أقيم هو في الآخر السفر ده معادلة التأشيرة تذاكر الطيران الإقامة هناك والأكل والشرب إذا أنت فكيت الأربع حاجات دول هتقدر أنت تسافر بتكلفة اقتصادية تمام حد هنا فبالنسبة للتأشيرة أنا بدأت بأسيا علشان ساعتها أنا كنت عايزة تقوي الباسبور بتاعي عايزة سافر دول السوية سهل أن أنا أحصل على التأشيرة بتاعتها في دول مفتوحة للمصريين بدون تأشيرة تقدر أن أنت تسافرهم وتزور ويعني دول فيها مناظر خلابة يعني وتقدر أن أنت تعمل النصيحة الأولى من أحمد أنك أنت تشوف الدول اللي محتاج أنك أنت تدغولها من غير فيزا أو باسبور علشان خاطر ما تدفعش فلوس كتير وعشان تقوي باسبورك وتقدر بعد كده في المستقبل إذا أنت عايز سافر أوروبا عندك كوي تقدر أن أنت تبني عليه أن أنت تاخد تأشيرة في دولة أوروبية تسافر بقية الدول اللي حواليها النصيحة الثانية النصيحة الثانية أن أنا في عسيا كنت باستخدم الابليكيشنز أن أنا أقيم فكنت بقدر أن أنا كنت بسافر مش كسائح كنت عايزة بقى زي زي سكان الدولة دي أكل من أكلهم أشرب شربهم أنام معاهم أتعرف على الديانات المختلفة فمثلا في الهند أنا قضيت أيامي مثلا في حوالي سبع مدن في الهند في 14 يوم تعرفت فيهم على ديانات مختلفة جوة كل دولة فكنت باستخدم أبليكيشنز اسمه كوش سيرفينج أن أنت تدخل تقول لحد أنا جاي من الفترة كذا للفترة كذا إذا أنت تقدر تستضيفني اليومين دول استضيفني فده قدرت حقاقه في أسيا لما جيت أحاول حقاقه في أوروبا لقيت أن دي السقافة مش موجودة أو في أوروبا ولقيت أننا الأماكن اللي عايزة سافرها في أوروبا بعيدة أعلى قمة جبلية في ألمانيا أكبر شلال في سويسرا فقلت لازم أشوف طريقة تانية مختلفة عن الطريقة اللي أنا استخدمتها في أسيا فبدأت أتواصل مع أصحابي اللي اتعرفت عليهم في الرحلات المختلفة وأقنعهم بالرحلة وأتعرف عليهم وكده وكررنا نحن نستأجر سيارة يسافر بيهم في رحلة أوروبا الأخيرة من السيارة دي تكون هي المتنقل وتكون هي السكن بتاعنا في نهاية كل يوم المظارات بي كلها مفتوحة فيها مولات فيها يعني باثرومز فيها أماكن معينة تقدر أن أنت تخير فيها تعمل فيها اللي أنت عايزه طب ممكن سألتك سؤال معلش أنا أسفن على وقتاتك طب علشان أنا عايزة لحأأخذ منك قصيتها سافرت الدول كتير جدا سبب مقاطعتي للدكتور أن أنا عايزة أخذ منه كل الكلام قبل ما الفقرة تخص كنت with all my respect بس كنت بتستحمى فين فيه هناك يعني ده جزء من الحاجات المتقدمة أنا تجي تسألني إيه الحاجات اللي مثلا كانت مميزة أن فيه حمامات متنقلة حمامات المتنقلة ديت موجودة في الدول الأسيوية أو حتى الأوروبية مجهزة كويس جدا أن أنت تقدر تدخل من مبلغ بسيط جدا تعمل كل حاجة أنت محتاجة وإنت يا أحمد كنت عارف قبلها أن فيه هناك بالضبط آه بزء من الموضوع أن أن أنت لازم تكون بتخطط كويس جدا لرحلتك قبلها بأربع شهور على الأقل عشان تقدر أن أنت تعملها بلو بولجيت فاللي خليني أن أنا أعمل حاجة بـ 300 يورو أنا والشباب أن أنا في الآخر لقينا أن الحل الوحيد عشان توصل دولة في أوروبية وتقيم فيها وتذكر طيران وحتى لو وصلت لها عايز تروح مثلا أعلى قمة جبلية تانية دي مصاريف تانية فكان الحل الوحيد اللي وصلنا له أن احنا لازم نشوف عربية نتخرك بها وننم فيها الأسابيع ديت حلوة قوي ده جزء في موضوع التنقل والسكن طبعا فاضل جزء في المعادلة هو معادلة هتاكل وتشرب منين فأحنا أنا شخصيا قبل ما باجي قبل ما سافر مصر الشنطة بتاعتها شنطة واحدة على ظهري مليانة علب تونة وعلب فول وعيش الحاجات دي الصور موجودة يعني عشان الناس يعني تبقى حاسة أن الموضوع أبلي كابول وأنه هو يقدر يتحقق وكنا بنقيم على الحاجات دي طول الفترة ديت الصور هي قدامنا أحمد أهو بيطلع علب التونة ويأكل منها دي كانت بلد إيه؟ دي كانت في إنسبورك في النمسا في النمسا في صورة تانية أوكي دي في محطة قطر يعني يا أحمد يعني أنا مسافر برا عشان أعود على الأرض وأكلتونا رحمني يا أحمد شوف بقى الصور اللي بعد الصورة اللي بعد كده هتبدأ بقى تشوف الصورة أعرف أن أنت يعني مثلا ده حاجة جميلة دي أنا ممكن أعود أكل فيها مش مشكلة يعني ده أكل اللي قدام حراتك في الصورة ده أكل بجد دي كانت فين معلش أنا كنت رايح أشوف فيه شلال ورايه هناك اسمه اللوتة بغونين ده أطول شلال في أوروبا فأنا كنت في إنتر لكن في سويسرا عايزة أروح للشلال اللي هناك ده فأنا معدي في الطريق لقيت على شمال البيت الخشب الصغير ده أي؟ جواه مربا جواه عسل جواه سكر وغالي؟ كل حاجة مكتوب عليها السعر بتاع فأنا فاكر لحد وقت سعر الجابنا كان 6.40 فرانك سويسري الجميل في الموضوع أن اللفت نظري إن رحاجات دي في الشارع كده فما فيش حد واقف عندها أنا مش فاهم محطوطة كده كده إزاي فركنت العربية ونزلت عشان أبص فلقيت مكتوب Dear customer if you want you can go here the empty glasses فهو بيقول عزيزي الزبون إذا أردت هذه المأكلات حط الحاجات حطي لي عبوة فاضية عشان أملها لك فدي إيه بقى؟ دي منتجات مزرعة من مزال عريف السويسري صاحبتها الست اللي موجودة في السورة داية دا هي عندها المزرعة بتاعتها بتعمل منها الجبن والمربة وخلافه وبتعرضها كده لو أنت عايز تشتري في حصالة حصالة دي موجودة جنب المنتجات تحط المبلغ وتلاقي الفلوس الباقي تاخلي هايل طب ودي بقى الصورة دي فين؟ دا من ضمن الحاجات اللي عجبتني دا المركز الطب الوحيد في إيطاليا لعلاج الأطفال المصابين بالربو المركز الطب دا الوحيد حالتك ممكن تقول هو المركز الوحيد فممكن يكون موجود في ميلانو ويكون موجود في حتة في إيطاليا معروفة لكن هو موجود في مدينة اسمها كورتينا فأنا لفت نظري أنه هو موجود بيطل على بحيرة اسمها لاجو ديمي زورينا البحيرة دا بيحصل فيها آخر دورة ألعاب المنبية للتزلب حصل فيها تصوير مسرحيات وأغاني الفكرة بقى ليه المركز الطب دا؟ لأنه هو الهوى الأنقى في إيطاليا موجود عند البحيرة دا فلما اختاروا يصمموا المركز لعلاج الأطفال المصابين للربو صمموا في أنقى مكان للهوى في إيطاليا علشان يساعد الأطفال على الإيطال آه يعني أنت كده يا أحمد طيب خلاص أنا هسيبني من الصور ثانية يعني أنت كده يا أحمد بجد أنت بتوعد تعمل ريسوريش أو بتوعد تعمل بحث قبل السفرية بتاعتك باربع شهور علشان أنت عندك أفكار كتيرة جدا تروح لأنقى جو في الدنيا تروح لحاجات من أكبر الشلالات اللي موجودة في الدنيا عايز تتبادل الثقافات والدينية والثقافية ما بينك وما بين الدول التانية صح ولا الله؟ مزبوط طيب إيه أكتر آخر سؤال هسألولك إيه أكتر صعوبات وجهتك في سفرياتك كلها؟ طبعا أنا يعني إذا ما كنت شرحت الحارة كده كنت تنام في عربية ما يقرب من ثلاث أسابيع في موزيشن معين علشان تستمتع بالموضوع دوت فعلا فيه استمتاع رهيب جدا 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 بس هو في الآخر من ضمن الصعوبات اللي قابلتني أن أنا بطلع أعلى قمة جبلية معينة فضغط الهوى مثلا يسبب ارتفاع في الهوى في ودني فيأثر علي في أن أنا أقدر أن أكمل حياتي بشكل طبيعي في أيام سفري أن أنا مثلا أن التلج العربية اللي أنا كنت ساكت عربية مش مخصصة أول التليج فممكن فيه ريسك هنا أن يحصل أي حاجة أن حالتك تقعد الأيام دي كلها عايز تحقق الحاجة دي بالتكلفة البسيطة دي تضغط على نفسك في المعيشة في التنقل في المشي الطويل ليه أنا مسافرة يعني أنا مسافرة بسط أضغط طب حسألك سؤال تاني وإنت بتنام في العربية ما كنتش خايف؟ أنا الجو كان بردي جدا يعني أنا في بحيرة هنا اسمها داجو دي كاريتسة دي موجودة في جبال الدولوميتس في إيطاليا أنا وصلت لها بس وبيت هناك كان درجة حرارة سالب 7 علشان بس أشوف شروق الشمس وهو بيعنعكس على شكل الجبل فلونه يتغير هناك البحيرة دي أنا وأنا ماشي طبقت حاجات كثيرة جدا أنتعلمتها في الكشافة تعلمتها في جازة التمييز والبريطانية لأ علاقة أن أنت كيف تمشي مسافات بعيدة كيف تتولع نار في وقت ده بالضبط اللي أنا عايزة أوصل له بالضبط هو ده اللي أنا عايزة أوصل له أن دكتور أحمد مجدي أما راح النهاردة علشان ينام في عربية 3 أسابيع وعلشان يدخل في حمام متنقل وعلشان يسافر في لو باجت غير في شخصيته حاجات هو السفر مش دلع السفر مش أن أنا أروح أدحك طبعا ده موجود جدا وده مهم جدا بس أنه هو يتعلم حاجات ليها علاقة بالكشافة يتعلم حاجات ليها علاقة بالمسئولية يتعلم حاجات ليها علاقة بثقافات مختلفة أنه هو يعد دلوقتي يحكي لي يقولك تخيل في سويسرا عندهم حالة من الأمانة لدرجة أن الست بتزرع وتحط الحاجة وتقولك سيب لي الفلوس وخلاص فهو ده بالضبط الأساس من الفقرة اللي أنا كنت بتكلم فيها أحمد أنت شرفتني ونورتني وهرجع وأقول للناس النصايح الأخيرة اللي أنت قلتها بشكل مبسط أول حاجة ابحثوا وعملوا ريسيرتش عن المكان اللي أنت هتسافره قبلها باربع شهور أهم حاجة الإقامة سواء عن طريق التطبيقات في الأماكن اللي لا تشوفوا هتقدروا تدخلوا الحمامات فين وهتقدروا تناموا فين الأكل تاخدوا معاكوا أكل على قد ما تقدروا حاجات بسيطة من هنا وتخطط بدري وتخطط بدري الدكتور أحمد مجدي الرحالة المعاصر أو ابن بطوطة العصر أنت شرفتني ونورتني فقرات كثيرة جدا في شارع النهار على قناة النهار السلام